هذا زوجته قالت له هذا الذهب قديم لا أريد أريد جديد من عند شيخ إبراهيم في المكان محل نعم زوجة هذا جمعت كل الذهب واحد كيلو قرام قديم وجاء إلى شيخ إبراهيم قال أخذ هذا الذهب قديم وعطيني ذهب جديد عشان زوجة ترضى عني نعم قال تمام أنا أخذ كيلو وأعطيك نصف كيلو جديد هذا يقول حرام ربع قال هذا قديم هذا جديد في فرق حرام لازم كيلو بكيلو قال أنت لو تذهب الآن تأخذ هذا واحد كيلو وتبيع المبلغ قيمة نصف كيلو جديد يعني لماذا أنت تصنع هكذا خلاص أعطيني كيلو خذ نصف كيلو جديد لا حرام خلاص ماذا يصنع هذا يذهب ويبيع الكيلو معه نقود الآن معه نقود كاش يأتي الشيخ إبراهيم واشتري منه جديد حتى لو نصف كيلو لا إشكال الآن هكذا يصح إبراهيم قال لهذا اسمع تعال نحسب نعم هذا كيلو يضرب هكذا إبراهيم قال هذا كيلو يساوي مليون قيمة مليون في السوق الآن اختار جديد اختار هو كيلو جديد قال خلاص القديم بمليون والجديد بمليون ونصف تعطيني نصف مليون يصح لا يصح قالها قال طيب مسألة جديدة قال له هذا معاه كيلو قديم قال لماذا أنا أبيع للخارج لإنسان خارج أنت تشتري مني يا إبراهيم يشتري منه بشرط لا يتفق معه أن هو يشتري منه بعده لأنه ممكن هذا يقول أنا أشتري منك القديم بشرط أن تشتري مني الجديد بأغلى هذا ربع أيضا حراب تحايل نعم طيب قال أريد أشتري منك كيلو ذهب بالتقصيد كريدت يعني كريدت بس المثال الأول ما تضحني التقاضي خلنا نرجع أن تمشي الآن نعم كيلو ذهب بالتقصيد كريدت يقول نعم كل شهر أعطيك يصح لا يصح لابد في بيع الذهب بالذهب من التقابض يقبض هذا ويقبض هذا في مجلس العقد ولابد من التماثل كيلو بكيلو وإلا كالربع نعم ممكن إبراهيم يقول اسمع تذهب تأتي بالنقود من البنك اجعل عندي الذهب اذهب جيب النقود تعطينا النقود أعطيك الذهب يد بيد نعم يصح ترجمة نانسي قنقر